واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قروبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم طميض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضد وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ذلما للعالمين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر